المحكمة الاتحادية العليا في العراق تم استحداثها بموجب نص المادة الرابعة والاربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 الملغة والذي كان بمثابة دستور مؤقت في عهد الحاكم المدني بول بريمر وحكومة أياد علاوي وفي الخامس عشر من تشرين الأول من عام 2005 تم الاستفتاء على الدستور والذي نص في المادة الثانية وتسعين ثانيا منه على إنشاء المحكمة الاتحادية العليا وجاء فيها أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاء وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب وإلى اليوم وبعد مرور ثماني عشرة سنة لم يتحقق هذا الشيء أي أنه فعليا لا يوجد شيء دستوري اسمه المحكمة الاتحادية العليا احتفظت المحكمة المنشأة بمجب قانون ملغى لنفسها بالمواد التي تخدمها كالمادة المتعلقة بعضوية العمل فيها وهي مدى الحياة ويتنافى هذا بطبيعة الحال مع جوهر وروح ومبادئ دستور التي نصت على أهلية المكلف بالوظيفة القضائية واستقلاليته والمعلوم للجميع أن أعضاء المحكمة ليسوا مرشحي أحزاب سياسية وحسب وإنما منتمون إليها وفي الثاني عشر من آيار من عام 2019 قامت المحكمة بحركة انقلابية ضد القانون رقم ثلاثين لسنة 2005 الذي أوجدها فألغت المادة رقم ثلاثة منه وأبدلتها بقرارها المرقم ثمانية وثلاثين اتحادية ونصه أن ترشيح رئيس وعضاء المحكمة الاتحادية العليا أصبح خارج اختصاص مجلس القضاء العلى اعتبارا من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005 وهنا المهزلة فهي تستند إلى الدستور بشأن وجودها وعضوية مناكها وعملها في حين أن وجودها غير دستوري ولم ينظم بعد بقانون وفضلا عن ارتكابها العديد من الأخطاء في تفسيراتها المسيسة لمواد الدستور بشهادة رئيس مجلس القضاء العلى وما لا يحصى من الخبراء والفقهاء القانونيين فإنها زاوجت بين خطل التفسير والانتقائية كما حصل في قرارها الذي ألغت بمجبه وبجرة قلم قانون النفط والغاز في الإقليم متجاوزة مادتين من أهم مواد الدستور الاتحادي وهما المادتين المئة والاثنتين عشرة والمئة والسبعة عشرة الخاصتان بتنظيم عمليات الاستثمار في الحقول النفطية والغاز قبل وبعد الاستفتاء على الدستور وطريقة المشاركة في إدارة الثروات الطبيعية بين المركز والإقليم ترجمة نانسي قنقر